اشتركوا في القناة متجزرة بأعماء تاريخ الإنسانية المشروع اللي عم نحكي عنه هو بين سد وبين مساحة بيئية ومحمية يمكن من أمسة الأمور البيئية اللي نحن بحاجة لقالهم هلأ المهندس بشارع بيونس رئيس حزب الإنقاذ البيئي ضيفنا لليوم أهلا وسهلا فيك سيد بشارع مثل ما قلت حبك للبيئة يمكن عطاك فكرة أنه تنشق سد هذا السد بعده يمكن على الورق بس بإطار تنفيذه أو إقراره على الأليلة عن شو عم نحكي تحديدا قديش المساحة حقيقة أنه هو مش فكرة سد بس بكل بساطة هو فكرة كاملة وشاملة يعني سد بيئي وسياحي بنفس الوقت لأنه في كتير سدود بس هاي الميزة طبعه أنه سد بيحوي بنجلويات أول شي حوليه فيه ثلاثين نمرود وحفرون وفيه التليفريك نوصلهم ببعضهم نوصل على أرز جيج بالمارش عم نحكي عن منطقة أهمج وطلوع شوي نعم هو السد بيوقع بين أهمج والقلوق بمنطقة اسمها المحال وأهميته أنه بيجمع أرز جيج وغيبة العزر تبع أهمج اللي كتب على أحد صخورة ممنوعات الأشجار الدائمة الإخضرار لأنها مساكن لأرواح الآله أدريانوس موجود هالحجر هني أنا عم بعمل شغلي أنه إلقط المناطق ببعضها بواسطة السد والمحمية والتليفريك هايدي أهميته أنه مثل ما قلنا فيه بيوت بنجلو شمية بيت مع الأرض طبق واحد زيت وجه بيئي أنه منطلع لها ماشية بدون سيارات والسد بيصق هالمناطق اللي وقع من اللقلوق لبلد جبال كلها يعني زراعي سياحي بيئي طيب أستاذ بشارة بيظل هالعلامات الاستفامية اللي عم تنحط على بناء السدود وكل سد بيخلقوله مشكل أو بيلاقوله عزر حدا اعترض حدا وقف بوجكون بالواقع لا ما اعترضه لأنه هالماي اللقلو في السنين عم بتروح بالبحر حرام هدر والماء مثل البترول إنه ليه عم نخلي ميتنا تروح هدر والناس ما عندها نقطة ماء ببيتها بقى نحفظ مثل ما بيقوله قرشك الأبيض ليومك الأسود ونقطة الماء البيضة اليوم الأسود اليوم الأسود يعني شغلي بكل بساطة إنه مفروض إنه نحن نستغل هالماي اللي عم تروح هدر على البحر هلأ اللي ضد السدود هذا من يضد السدود لأنه السد هيده نعم من الله لم نخلي ميته تروح على النهر وعلى البحر ونحن بحاجة لأهل وخاصة إنه المنطقة فوق يعني سخرية ووعرة نوعا ما يمكن أذا فيه ماء بيصير نستفيد أكتر وبنفس الوقت منربح ما بعرف مساحة بيئية منربح أول شيء الماء ومنعمل تابلوه تابلوه سياحي يعني نحن الله عطينا منطقة حلوة كتير لازم نستغلها بإلهامنا بإبداعنا ومثل ما شفتي هون إنه تابلوه يعني مش موجهوري بأي منطقة هال حتى بأوروبا مش موجهوري سوري يعني نحن مش نحن الله عطينا إياها نستفيد بنا أصلا عم نشوف المكات كنا والفيديو كيف عم بيصور في حال تم تنفيذ المشروع كيف رح يصير وحتى البطويات الصغار أو المراكب الصغيرة المحطوطة على أنا عم نشوف البالبالوس كمان اللي بيحترموا هيك هندسة المنطقة أرميد أرميد المشروع كأنك بسويسرا يعني فيه تابلوه مش عم نحكي عن سد عادي سد عم نحكي عن لوحة تجميلية سيحية لوحة تجميلية يعني السدود يخدين فكرة عننا أنه بتشوي بس هيدا سد بيجمل لا بيجمل لأنه فيه وانتو راجح ولا وفيه كم مشروع بيكملوه مش سد بس لماية إن هون أكيد بيشجع بيصير في يد عام لأولاد المنطقة بيستفيدوا أكيد نعم بيشغل الأهل الريف معادي يهاجروا بعدين بأول سياحة نحنا بلد سياحي بعرفنا على محميات مثل ما كتعن تذكر بدأي سألك بس عن التالي فريق أديش المسيحة تقريبا طوله شي 300 متر يعني بلقى قرنة نمرود بقرنة حفرون بنصل لفوق في قوتيل بيئي بيتغزى من سهل أورغانيك سهل المخاضة بيرجع السيح بيكمل ماشي على أرض جيج يعني 6 كيلومتر مش هيني روحة راجعة 6 كيلومتر وبيرجع على غابة العزر طبع أهمش 3-4 كيلومتر يعني خلقتي شغلة كتير مهمة طيب أستاذ بشارة عرضتوا هالمشروع على ما بعرفي مسؤولين مين لازم يوافق صراحة أنا بوجه تحية لأستاذنا زي سمعان رئيس ملدية أهمش كان فيه تجاوب كتير بالمشروع مش عم جامل أنا وبيبالي شو واحد من ضيعته أول شي من اللي ضيعته يعني فيه إقبال والبلدية موافقة بس فيه استملكات شوية استملكات وبدنا من الجهات المختصة والوزارات بالدولة أنه يساعدونا تنعم هالشوالة لأنه مش شخصاني هالمشروع لألي أو لرئيس البلدية هيدا للبنان عامة للشعب اللبناني مشروع كي بيقولوا شأن عام ايه أكيد بها الضخامة وبها الأهداف السياحية والبيئية ببطل بس هديني من دون غرور هيدا أقوى مشروع بالشارة الأوسط اللي بيعرف قيمته لأنه بزرة الوزارات المعنية لا صراحة بعد نحن هلأ نعنى بالبدايات إن شاء الله بيكون فيه إقباله وبيفتحولنا قلبه وبيفتحولنا على المشروع لأنه أنا متل ما بتوقعوا يعني كرؤية أنه هي مشروع بده يضرب مش لا أهمج هيدا أو لا تنورين أو لالبنان ككل أكيد المناطق اللي حده تستفيد لأنه قريب منه يعني بتشاغل بحدود الألف عامل ما نهايني إنه تجزبية تشتغل فوقت ما تهاجر طب أستاذ بشارة حضرتك رئيس حزب الإنقاذ البيئي يعني أهدافكم بيئية أكتر ما هي سياسية بس بنفس الوقت حزب بتعطي إطار حلو ونظيف بعيدا هيك عن الخلفات بعيدا عن الخلفات وفي وداعة طالما في رأية البيئة بيئتكن في طيب يعني ما في منحرات ما بيقوله صح وعلى قليلة في نفس وجهات النظر بين الأحزاب اللي بتشبهكن اللي هي الأحزاب البيئية طبيعي أيمت تأسس الحزب شو أهدافه ليش أستسته من بعد أي كارثة بيئية أسسته أول شي الحزب تأسس أنه هي وقف الضمير لأنه لبنان كان سويسا الشرق ولبنان عم يتراجع الغبات كانت 40% صارت 13% الحرايق أكلت الغبات التلوث النفايات يعني مثل واحد عنده ولد موهوب وعم بيبيعه شكلس عفوا بهالكلمة لو كانت تقيلة شوي نحنا لبنان بهدلناه ما عم ننظر نظرة شمولية وكشأن عام وإنه هيدا بلدنا بنا نحافظ عليه كنا سويسا الشرق كان عندهم صحرة عملوها جنة من إحنا عنا جنة عملناها صحرة سوري بالكينة يعني أنا شعرت ضميريا بالموضوع ما إلي غاية أنا بهذا لو إلي غاية أنا كرئيس حزب عم ضحي يعني بارح جبنا برامير للنفايات عم نوزعها على نفقتنا مشين أنه مساعد البلديات إذا فيه تقصير ما حدا نطالب مننا نحنا بس نحنا مبادرات شخصية وطنية صراحة مع عم ربح جميلة ويجردت الكل بيأخدوا هالمسأل هيدا لأنه كل واحد إيد حد إيد مثل ما بيقولوا نقطة شتة نقطة شتة تعمل نهر نظبوط بالحديث عن النهر وعن الشتة والماء رح أرجع شوية لمشروع السد قدامه سيحته السد لحاله السد يعني قدام يستوعب ماء طوله بالبين السبعمية والألف متر فينا نمده شوية وعرضه بشي ثلاثمية متر وغمه سبعين متر وكعب ماء منه هين وسد بيئي سياحي يعني منه أنه سد مثل سد الليطاني وكذا هيدا سد مثل ما بيقولوا بورتاتيف مهضوم وجميل وبيحوي عدة إشيار طيب هلأ في حال أخدنا إذن الوزرات وكله وافق والمناطق المجاورة والاستملاكات قد بده لا يتنفذ أول من بلش شغل على الأرض شوفي بده بلن 3 و 4 سنين صح لأنه في عدة إشيار مش شغلي واحدة يعني جماله أنه متنوع مختلف نحن نتمنى عن جد أنه يصير قيد التنفيذ ويصير حل على القليلة للمنطقة هناك من قلة المياة اللي عم نشكي مننا صح يعني بدنا همتكن وهمت الوزارات المختصة والدولة ونحن كمان كشعب مفروض نوقفنا حاكم شريع بتخص الشأن العام لأنه الشأن العام هو أهم شيء بالبناء نعم أهلا وسهلا فيك مهندس تشارع بيونس رئيس حزب الإنقاذ البيئي ويعتيك ألف عافية بعدو عطرك هو عنوان أول ألبوم غنائي للفنان الأردنية نيداء شرارة وتم إطلاقها الألبوم يلي بيضم 12 غنية بخلال حفلة جمعة عدد من الفنانيين والصحفيين ببيروت تفاصيل أكتر بهالتقرير للزميلة رويدة الصفة دي يلي فيه من كون عم نختم حلقتنا يلي ماهم كون عم نختم حلقتنا لصباح اليوم بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام ساعة سبعة ونص كونوا على الموعد باي بعدو عطرك أوفى منك عم يسألك اللحظة عنك بعدو عطرك أوفى منك ماشت صوت نادرة مغنى إحساس وشخصية جعلوا اسم نداء شرارة فناني من مستوى الزمن الماضي الأصيل نجمة برنامج دافويس أطلقت ألبوم الغناء الأول وبتضمن 12 أغني منوعة بأكتر من لهجي بعد عطرك هي أول شي كلماتي وما بعرف حسيت أنه لازم نغني للعطري صار هلأ المواضيع الأغاني ما فيها قصص بتحسي فأنا حتى أي حدا بلاحظي عم بقرأ شو أنا كاتبة وحتى في الألبوم تحسي في قصة بالأغنية كان بالنسبة لي أصعب جمهور الجمهور اللبناني لقيت أنه أنا لا بالعكس أول جمهور فتح لي قلبه لهو الجمهور اللبناني هذا الشي اللي أسعدني أطلق ألبوم بعد عطرك ضمن لقاء جماع صحفيين وفنانين وهو من إنتاج شركة جي أم آر ستوديوز وبصمة الفنين جاماري رياشي مبسوطة بأنه هو هالقد مآمن بموهبكي وهالقد عطول يعني أنا ولا مرة خلاني أنه أنا أرجع لورا لا عطول بحاول يذكرني لا أنه أنت أوية وعندك صوت حلو هي بالموسيقى ما بتعذب أبدا أبدا بالعكس يعني أنا أديت شغل مع فنانين أصعب الأغاني بتفوت بتغني وان تراك بصير أنه طيب كتير حلو شو منعمل طيب أنه تراك تاني بركي بطلع شي تاني أول تجربة لعلي لحنت لها غنية أغانيه بالألبوم نداء الفنين الأردنية هي أيضا كاتبة وملحنة أطلقت أول خطوة لإلة من بيروت فسجلت عمل كامل مع بصمة صوت مميزة نداء عم ماشي بعكس السير عم بتغني أغاني يمكن الناس بلشوا يعتقدوا أنه ما بقى موجودة هلأ بيقف وراها لنداء فنان اسمه جامري ريشي توزيع الموسيقى الانتاج الموسيقى فخامة الانتاج يعني بتلاقي الأغنية مشغولة بآلات موسيقية بتوزيع فخورين فيها مناهي كل التوفيق وهي عم تنطلق من مدينة الفن بيروت وإحنا متأكدين أنه ألبومها رح يلاقي صدى حلو بين الناس وإن شاء الله ألف مبرو كنت تتوفى بعاتوا عم بيسكرني فيك وبياخدني لما اطرح لهنيك بعدها الصورة في قلبي لك للأول وكفت هايك تتركني وبعدي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر